أعلن رئيس فريق الغوص الكويتي التابعي للمبرة التطوعية البيئية الأستاذ وليد الفاضل اليوم الحصول الفريق على جائزة مؤسسة الطاقة العالمية عن المشروع الوطني لحماية وتأهيل البيئة البحرية وقال الفاضل في تصريحة صحفية أن الحصول على الجائزة يأتي تتوجا للرعاية الأميرية السامية لبرامج أنشطة الفريق التطوعية والبيئية واحتضانها الشباب الذين هم ثروة الكويت الحقيقية مهديا هذا الفوز للسمو أمير البلاد وأضف الفاضل أن لجنة تحكيم الجائزة المقامة في النمسا تتكون من خبراء عالميين في مجال البيئة لافتا إلى أنهم وصفوا مشروعات الفريق الكويتي بالمبادرة العظيمة وأشار إلى أن الجائزة ستمكن الفريق من التواصل مع شركاء عالميين في مجال حماية البيئة البحرية كما ستساهم في إبراز سورة الكويت الحضارية كراعية للعمل البيئي الجاد